موسيقى اهلا بكم وفيديو جديد مع دكتور ميكي في الفيديو ده حنتكلمه عن الأورال مايكروبيوتا أو بيسموها الأورال مايكروفلورا وحنتعرف على الـ different groups بتاعت المايكروفلورا اللي موجودة في الفم وكمان حنتكلمه عن الـ ontogenesis of normal oral مايكروفلورا لو جايزين استنوني بعد الفاصل موسيقى اهلا بكم زي ما انتو عارفين ان الـ oral cavity ده يعتبر very good condition للنمو والـ propagation بتاع different microbes زي البكتيريا والـ virus والـ protozoa وكمان حتى بعض الفيروسات وكل الانواع المختلفة من المايكروبيوتا دي بيطلق عليها oral microbiota أو بيسموها المايكروفلورا واغلب الكائنات اللي موجودة في الـ oral cavity هي عبارة عن البكتيريا اكتر من الفطريات واضر مايكروبس والبكتيريا دي طبعا بتتواجد في تجمعات هذه التجمعات بيطلق عليها ميكست مايكروفلورا وايضا بتتواجد في صورة aerobic and anaerobic والـ aerobic bacteria هي البكتيريا اللي بتحتاج الـ oxygen للنمو أما الـ anaerobic فهي عبارة عن البكتيريا اللي ما بتحتاجش اكسجين ويجب غياب الاكسجين أو ممكن يكون بنسبة قليلة وطبعا أغلب البكتيريا دي هي دي اللي بتقوم بعمل الـ dental plaque formation والـ oral microflora بتنقسم إلى نوعين أساسيين الأول بيطلق عليه الأوتوكتونيوس والتانية بيطلق عليها الألوكتونيوس الأوتوكتونيوس ده بيطلق عليها resident microflora أو بيطلق عليها obligate microflora ودي طبعا موجودة في صفة دائمة ومدام obligate معناه إنها بتقوم بـ very important function in the oral cavity وحيانا كمان بيطلق عليه الـ indigenous microflora أو الـ indigenous bacteria أما النوع الثاني فده بيطلق عليه الأولوكتونيوس وده بيطلق عليه transit transit microflora والـ transit microflora ده معناه إن هي بتتواجد في الـ oral cavity في فترة معينة ممكن ساعة ساعتين يوم يومين فترة معينة وبعد كده بتتلاشى تماما ودي طبعا بتيجي من external source maybe from contaminated food or contaminated drink whatever the source but المفروض إنها ما تكونش موجودة في الـ oral cavity عشان كده بيطلق عليها transit معناه إن maybe you have a oral problem واحد أنواع البكتيريا أو الأورال بكتيريا المايكروفلورا اللي موجودة في الماثة عبارة عن الـ streptococcii وزي ما حضرتك شايف كده الـ streptococcii دي عبارة عن بكتيريا هي facultative anaerobic وي facultative anaerobic bacteria معناه إنها بيسموها facultative معناه اختيارية هوائية بمعنى بتستطيع إنها تنمو في وجود الأكسجين أما إذا قل الأكسجين فتستطيع إنها بتعمل switch off switch on لوجود الأكسجين ولا لا فبالتالي إذا ما فيش أكسجين بتتحول إلى anaerobic فده بيطلق عليه facultative anaerobic bacteria وهي كمان عبارة عن gram positive coccii وبيطلق عليها الـ very dense streptococcii وكمان البكتيريا دي بيتقوم بعمل green zone of the hemolysis blood hemolysis لما بتنمو على البلوداجار بيتسبب ما يسمى alpha hemolysis زي ما حددك شايف كده في البليت الأحمر ده ده عبارة عن بلوداجار ميديا والبليت ده بيحتوي على ثلاث أنواع من البكتيريا الأول بيطلق عليه alpha والثاني بيتا والثالث جاما بيطلق عليه جاما ألفا وبيتا جاما hemolysis الـ alpha hemolysis معناه إن ده عبارة عن greenish discoloration للبلود وبيطلق عليه الـ partial hemolysis للـ RBCs فبالتالي بيتكون اللون الأخضر اللي موجود ده أما الـ beta hemolysis اللي هي على إيدك اليمين دي وحوالين البكتيريا إنه البكتيريا الـ growth في clear zone clear zone ده معناه حصل complete hemolysis للـ RBCs وده طبعا نوع تاني مختلف من البكتيريا أما الجاما فيه عبارة عن بس البكتيريا استطاعت إنها تنمو بدون أي تغير في color أو حتى ظهور أي clear zone على البلاداجار بليت وكمان من أحد الـ characterization بتاعة الـ streptococcyde إنها بتستطيع إنها بتعمل production للـ hydrogen peroxide وكمان قدر على إنها بتعمل ferment لبعض الكربوهايدرات فبالتالي الـ fermentation بتؤدي إلى production of some acids these acids طبعا بيحصل لها إن بتعمل dental de-mineralization وكمان بتعمل teeth decay دي كانت بعض الصفات بتاعة الـ streptococcyde اللي موجودة في الأورال كافيتي تعالى نشوف بقى الدينتال مايكروفلورا أولسو كمان بتنقسم إلى نوعين من نوعين أساسيين على حسب جرامستين لو حضرتك بصت كده هتبصت لها بتنقسم إلى نوعين نوع اللي هو بيطلق عليه كوكساي والآخر باسيلاي فزي ما انت شايف كده الكوكساي بتنقسم إلى عدة أنواع منها الجرام بوزيتيف وانيروبيك زي مثلا البيبتو كوكساي والاستفيلو كوكساي والاستريبتو كوكساي والانتيرو كوكساي كل دي عبارة عن جرام بوزيتيف أنيروبيك بكتيريا معناه إنها بتستطيع إنها grow in absence of the oxygen وكمان في أنواع كوكساي برضو ولكنها جرام بوزيتيف بس ايروبيك أي أنها بتحتاج الأكسجين في الغروث أو النمو زي المايكروكوكوس وكمان في أنواع من الجرام نيجاتيف أنيروبيك زي الفيوزوبكتيريا والفيلونيلا أما النوع الثاني فهي عبارة عن مايكروفلورا أو بكتيريال أو أورال بكتيريال مايكروفلورا ودي عبارة عن باسيلاي وفي منها الجرام بوزيتيف فاكالتاتيف أنيروبيك بكتيريا زي اللاكتوبا سيلاس والاكتوبا سيلاس في الأورال كافيتي ودي بتتواجد في الكاريس ليجينز وكمان في نوع ثاني من البكتيريا بيطلق عليه الكوريني بكتيريا وهناك أنواع أخرى برضو بيطلق عليه جرام نيجاتيف أبليجيت آنيروبيك وأبليجيت معناها أنها إجبارية لهوائية أبليجيت آنيروبيك إجبارية لهوائية وفيه كمان بكتيريا بيطلق عليه أبليجيت إيروبك فالأبليجيت إيروبك معناها أنها اللي يجب في توفر الأكسجين بكمية مناسبة مناسبة بمعنى إذا تقطع الأكسجين لو ما فيش أكسجين أو قل شوية الأورجانيزم مش هيقدر إنه هو ينمون أما الـ Obligate anaerobic فده معناه completely 100% should be the oxygen should be absent ووجود الأكسجين في حالة هذه البكتيريا بيطلق بيعتبر toxic والـ Gram-negative obligate anaerobic bacteria مثل عندك البكتيرويد والفيوزو بكتيريا والسبيروكيت 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 دي اللي هي بتعمل ديزيز بيطلق عليه السيفلس أو ده عبارة عن سيكشوال ديزيز وفيه كمان أنواع كتير من التريبونيما والليبتوسبيرا والليبتوسبيرا دي لايك الكتاليز أنها لا تستطيع أنها produce catalase enzyme والكتاليز انزيم ده اللي هو بيستطيع أنه يعمل بريكداون لـ H2O2 لـ Oxygen and H2O والكلام الحاجات دي المفروض حضرتك برضو هتاخدها في اللاب وفيه كمان أنواع أخرى من البكتيريا anaerobic برضو موجودة في الجنجفال كريفيسيز والسبجنجفال أرياس وفيه كمان بعض الكانديدا أو بيسموها الخمائرة هي أحد الفطريات برضو بتتواجد أو بيحصل لها colonization في الأورال ميكوزا ودي بتبقى انكلوز في الانتراليشنشيب وذي بكتيريا اللي موجودة في الأورال كابيتي تعالوا شو بقى إيه هو الأنتوجينيسيز أوف نورمال أورال مايكروفلورا؟ يعني هي أنتوجينيسيز؟ أنتوجينيسيز معناه عبارة عن فوميشن أوف المايكروفلورا منذ ولادة البيبي من أول الولادة هل بيبقى فيه مايكروفلورا ولا لا؟ البكتيريا بتستطيع أنها تدخل الأورال كابيتي بتاع البيبي من أول الولادة قبل الولادة مايكروبيولوجيكالي ستيرايل قبل الولادة مافيش أي مايكروفلورا في أول كم ساعة من الولادة أول بكتيريا حتخش الأورال كابيتي أو الماوس بتاع البيبي هي عبارة عن السريبتو كوكساي أو السريبتو كوكس ساليفاريس وكمان اللاكتوباسيلاس والانتيرو كوكساي والاستفيلو كوكساي and other aerobic and facultative anaerobic bacteria وأول مايحصل the eruption of teeth أو بيسموها the teeth development دي الأجزاء الصلبة أو the solid surface في الأورال كابيتي بتبقى جاهزة and available to colonization of the different microflora وفي نفس الوقت كمان بيزداد عدد البكتيريا اللي بيطلق عليها the obligate anaerobic bacteria وفيه كمان وسائل أخرى زي dentition أو بيطلق عليها تركيبات الأسنان دي بتسمح لي بعض ال anaerobic bacteria إنها بتستطيع إنها تتكاثر فهذه التركيبات بتساعد في نمو وتكاثر هذه ال anaerobic bacteria أو anaerobic oral microflora ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة وأتمنى تكون السفدت ولو بحاجة بسيطة وإذا عايبك الفيديو اضعت لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة ربنا وفاكم أشكركم والسلام عليكم موسيقى